عندما نفشل في وضع حدودنا ونلوم الآخرين، نشعر أنه وقع استغلالنا ومعاملتنا بشكل سيء، وهذا سبب مهاجمة ذوات الآخرين والحكم عليهم، وهو أمر أكثر ضرراً بكثير من التعامل مع سلوك أو اختيار معين. بروني براون الحدود مهمة في كل علاقة، لأنها تحدد المبادئ التوجهية الأساسية لكيفية سير الأمور، تتميز العلاقة الصحية بكونها تشمل الاحترام المتبادل، حيث تمكنك من التواصل جيداً مع وجود التعاطف والتفاهم. الحدود غالباً ما يساء فهمها، ولكن الحقيقة هي أنها شرط أساسي لبناء علاقات صحية، وهي مهمة لأنها ترسم الخريطة التي تمكنك من بناء علاقات صحية، وتمكنك من التصرف على حقيقتك. فيما يلي سنكتشف بعض المفاهيم المهمة عن الحدود. علامات غياب الحدود الصحية من علاقاتك لتقييم علاقاتك وكونها صحية أم لا، ندعوك للتحقق من هذه التصرفات السلبية ومدى تواجدها في علاقاتك. السكوت عندما ينبغي الكلام تضيع وقتك بقبول فعل أشياء لا تريد فعلها لأنك لا تستطيع الرفض. أشعر بالاستياء لأنك تعتقد أن الآخرين يجب عليهم معرفة ما تفكر فيه وما تريده دون أن تخبرهم. الإنجذاب للأشخاص الذين يستغلونك أو يحاولون السيطرة عليك، مما يجعلك تعيش دور الضحية. أشعر بالإرهاق والاستنزاف من جميع مسؤولياتك. هل تعيش أي من هذه المواقف في أي من علاقاتك؟ المعتقدات الخاطئة والشائعة عن الحدود. كثيراً ما يخلق المجتمع معتقدات خاطئة عن الأشياء التي تعتبر تجاوزاً لمنطقة الأمان. وإنشاء الحدود في العلاقات ليس استثناءً. وفيما يلي بعض هذه المعتقدات الشائعة. في هذه الحالة تشعر أن الحدود هي وزن إضافي سيخلق طاقة سلبية. وسيجد الطرف الآخر في العلاقة صعوبة في احتماله. ثانياً الحدود هي فعل أنني ولا يفيد العلاقات. بعض الأشخاص يشعرون أن وضع الحدود أو طلب ما يريدون هو فعل أنني. وربما يسألون أنفسهم من أنا لأطلب من الشخص الآخر أن يغير سلوكه معي. ما الذي يمنحني الحق في القيام بذلك؟ ثالثاً الحدود تتعارض مع حبنا للآخرين وتقبلنا لهم. اعتقاد شائع آخر. إذا وضعت حدوداً كيف يدعم ذلك الحب والقبول في العلاقة؟ ألا ينبغي أن أسمح للطرف الآخر أن يكون كيفما كان وأحبه وأقبله كما هو؟ رابعاً الحدود مظهر من مظاهر العنف أو الدفاع عن النفس. قد تعتقد أيضاً أن الحدود هي من أحد أسليب الحماية الذاتية. لأنها قد تدفع الناس الذين تهتموا لأمرهم خارج حياتك. بشكل عام تشكل هذه المعتقدات نظاماً مثالياً يمكن أن يمنعك من التعبير عن رأيك وحقيقتك والتصرف على طبيعتك. وما سيحدث بدلاً من ذلك هو أنك ستستمر في ردع ذاتك والتصرف بحذر شديد وحرمان نفسك من التعبير عن ما تريده وما تحبه. وذلك لن يجعل علاقاتك سوى مساحة للتوتر والتصنع. المعتقدات الجديدة والجيدة عن الحدود. ثلاثة عوامل وجيهة لجعل الحدود من أساسيات علاقاتك. ولأجل كل ما سبق وذكرناه يجب اعتبار الحدود استثمار في العلاقات. سيؤدي إلى بناء أفضل العلاقات الممكنة والتعبير الكامل عن نفسك. لأن الحدود في الواقع هي الأعمدة التي تنشأ بها العلاقات الصحية والقوية. وفيما يلي ثلاثة عوامل وجيهة لجعل الحدود من أساسيات علاقاتك. أولاً الحدود تمثل وسيلة تسهل الطريقة ليعرف الآخرون كيف يحبونك. الحدود تخلق ساحة لعب مميزة تحدد البنية والطاقة التي تلتزم بإطفائها على العلاقة. عندما يعرف الآخر ما هي الأشياء التي تقبلها وترفضها دائماً، فذلك سيسهل له التعامل معك وسيعبر عن حبه لك بطريقة تناسبك. وسيجعل ذلك الأمور تعاونية ومرضية للطرفين مما سيمهد الطريقة لنجاح العلاقة. إذا لم تكن على استعداد لإنشاء حدود، فإنك لن تتمكن أبداً من إنشاء التزام واضح حول ما تريده أنت والطرف الآخر من العلاقة. على سبيل المثال، إذا كنت مقبلاً على الزواج، تتفق مع شريكك أنك لا تريد الإنجاب، فهذا أحد الحدود وهو واقع مشترك متفق عليه، يخلق تناغماً ويحمل علاقة من أي قوى خارجية. ثانياً، إنشاء الحدود استثمار قوي في علاقاتك. إذا أنشأت حدوداً في علاقتك مع شخص ما، فعلى الأغلب أنت تفعل ذلك لأنك مهتم باستمرار تلك العلاقة. ولذلك إنشاء الحدود لا يعتبر فعلاً أنانياً. بلا شك، أنت عنصر فاعل في المعادلة، ولكن الحدود وحدها هي التي تنشئ الخطوط العريضة بما أنت ملتزم به في العلاقة، والتي ستسمح لك بأن تظهر بشكل أصدق وأفضل. إذا اتفقت مع الطرف الآخر حول تجنب بعض التصرفات والأفعال أثناء النقاشات والخلافات، فأنت تلتزم بخلق مساحة تسمح لكم أن تختلف دون التسبب في أذى مادي أو معنوي قد يطول أمده. إذا اتفقت مع الطرف الآخر حول طريقتك والوقت الذي ستستثمره للتواصل في هذه العلاقة، فأنت ملتزم باستثمار قدر معين من وقتك وطاقتك لتحقيق ذلك. لا أكثر ولا أقل، وذلك سيخلق توافقاً أكبر في العلاقة. ثالثاً، إنشاء الحدود فعل ينتج عن كونك شخصاً حقيقياً. إذا سلمنا بفكرة أن الحدود هي أسلوب يضع الأساس لتسهيل علاقاتك، فإن ذلك يعني أنها تطيح لك الحرية الكاملة لاستثمار نفسك الحقيقية في العلاقة. إذا عبرت بشكل واضح عن الطرق التي تريد أن يتعامل بها الآخرون معك أو يتحدثون بها معك، فأنت بذلك تنشئ علاقات تظهر فيها بحقيقتك الكاملة، وتشارك فيها ما هو مهم بالنسبة لك. عند القيام بذلك، فأنت تعطي الفرصة للآخرين لفعل الشيء نفسه، لأنكم بعد ذلك ستتحدثون بصراحة وأمانة حول أهداف العلاقة، بدلاً من التلميح أو التفكير في تكييفك لتناسب القالب الذي يضعه الآخرون لتتمكن من التواصل معهم. الكثير من الناس لديهم اعتقاد خاطئ أنهم إذا حاولوا التعبير عن ذواتهم الحقيقية، فإن الشخص الآخر سيفضل إنهاء هذه العلاقة، ولكن الحقيقة هو أنه عند إنشاء الحدود والبقاء صادقاً مع نفسك، سيغادر حياتك الأشخاص المزيفون، ومن يبقى معك سيحبك ويقدرك أكثر كل يوم، وهذا ما يجعل الحدود نقطة قوة ووسيلة شيدة لتقييم الشخص الذي أمامك، ومعرفة ما إذا كان يريد نفس الأشياء التي تريدها. آمل أن يساعدك هذا المقال في تغيير أي تصورات سلبية تصورتها حول الحدود، وأن تشعر أنك قادر على بناء علاقات أكثر صدقاً وتناغماً. آمل أن لا تنسى أن المجازفة من أجل حدودك ستجعل حياتك أكثر سلاماً وانسجاماً وازدهار. ترجمة نانسي قنقر